السلام عليكم. في هذا الفيديو ساشرح كيف العناية بشجرة الافوغادو. اه نبتة او شجرة الافوغادو هي شجرة استوائية فلذلك يجب انه انه نعطاها نوفر لها المناخ المناسب. سابدأ في البداية درجة الحرارة هي تحب درجة الحرارة العالية. عشرين الى خمسة وعشرين الى ثلاثين درجة ماءوية على حسب كبرى النبتة يمكن ان تستحمل الحرارة. بالنسبة للشتاء قد يمكن تتحمل درجة حرارة خمسة عشر درجة ماءوية اقل شيء اذا كانت كبيرة بالعمر اه قد يمكن تتحمل الى عشر الى سبع درجات ماءوية ولكن لا تتحمل البرودة والسقيع. في النموات اه تبدأ تظهر او الاوراق الجديدة عندما يتوفر لها الاجواء المناسب او درجة الحرارة المناسبة من عشرين وفوق. كذلك تحب الرطوبة. رطوبة العالية من فوق خمسين خمسين وفوق. وهناك اجهزة يمكن ان تعرف الرطوبة في منطقتك ودرجة الحرارة. نحن الان في الصيف نلاحظ هذه ستة وعشرين درجة ماءوية. اذا كانت الرطوبة في منطقتك منخفضة فكن ما بين حين والاخر قم برشها بالماء. اذا هي داخل المنزل اه يعني بامكانك رشا بالماء ولكن يجب ان ننتبه ان التهوية قيدة. ما لمس انه تحصل على مشاكل وحشرات وافات وتعف اه امراض فطرية على الاوراق. ذلك التهوية اه داخل المنزل اه هذا عامل مهم. طيب بالنسبة للتربة هي تحب التربة الخفيفة وتكون قيدة التصريف. هي تمكن زرعتها باي تربة طينية رملية. اه انا استخدم البوتموس الجاهز. ولكن كنت استخدم التربة الطينية حاول ان تخلطه بالرمال. بنسبة تناسبية حتى يكون اه التصريف جيد. وان لم يتوفر بالطينية ولكن ننتبه للري سنعجل موضوع التالي وهو الري. فهي حساسة نبتة حساسة وخاصة للري. اه هي تحب الماء وتحب ان تكون التربة رطيبة ولكن اذا اكثرنا بالماء اه قد يمكن ان تتعفن القذور. انا اتكلم عن النباتات التي تكون المزروعة في الاصيص. في الارض لا تكون المزروعة في الارض لتصريف الماء يكون جيد وعملتنا قفافة التربة يكون شكل اسرع عندما تكون نبتة مزروعة في الارض. ولكن في الاصيص اذا كان الجو حار اه حاول ان تسوي برنامج كل ثلاثة ايام اربع ايام اسبوع. هذا اعتمد على سطح التربة ادخل اصبعك لمدة خمسة سنتي هنا واذا لاحظت انها التربة لا ترويها. اذا التربة جافة حاول ان ترويها. ونظم الري يعني كل اسبوع او كل اربع ايام. مثلا هذه النبتة كانت نلاحظ هنا هذا ازا هذه النموات جديدة كانت خلاص ارميها ولكن تركتها نلاحظ هذه هذه هي كانت الاصر الاسود هذه. وبسبب زيادة الري خلاص كانت ساقط الاوراق وبدأت بالجفاف ولكن تداركتها تركتها لم اسقيها كانت تركتها على جملة نسقيها ابدا كنت اريد ان ارميها ولكن راحط ضموات فبدأت بعلاجها. نلاحظ هنا الاصابات الحشيرة كذلك تحتاج مبيد وقائي لها بين الحين والاخر ان استخدم الان مبيدات وقائية ليس عندما تأتي المشكلة ولكن دائما وقائي ولكن اذا راحط واصابة يجب ان تتسارعها لحنا الحمد الله هي تلمو بدون اي مشاكل. ونلاحظ هذه الاشيار الذي لديه ما شاء الله صحية بصحة قيدة. هذه هنا سنأتطرق هذا الموضوع على الاضاءة. الاضاءة هي تحب الاضاءة الكثيفة. والاضاءة بساعات طويلة وتحب اشعة الشمس ولكن اشعة الخفيفة او اشعة الشمس المغربلة مثلا مثل هذه الاستخدام مثل هذه الشباك. اه الشمس الظهيرة وحاصة في البلدان التي تكون فيها الشمس حارة جدا يجب تجنبها. هذه هي الان بسبب مشكلة اشعة الشمس. في وقت الظهيرة نسيت ان اه اغلق الستار. وكانت الاوراق لسه صغيرة احني. فحرقت في الاطراف. فلذلك نتجنب الشمس الحارة وخاصة في الصيف. بالنسبة للتسميد في المرحلة او عندما تنمو سواء زراعتها بالماء مباشرة لديه فيديو هناك في الفيديوهات القصيرة يعني مختصر يروي كم قمت باستخراكها من البذورها زراعتها كلها من البذور هذه الاشجار الذي لديه. وهناك فيديو ان شاء الله سينزل قريبا اشرح في كيف تزرعها من البذور. فعندما تكون في الشهور الاولى ثلاثة الاشهر اول ما تطلع النبتة لا نقيم تسميدها يمكن تسميدها سماد عضوي ان توفر لديك سماد العضوي الحيواني نتجنبه في فصل اه الصيف. ما لم استخدام الكومبو ستتصنعه في المنزل استخدام القهوة تفل القهوة لدي فيديو يشرح ذلك او سماد الخميرة مباع البنجر اه قشر الموز وهذه الاسمدات الطبيعية هذه ما فيهاش اي مشكلة. في فصل الخريف والشتاء والربيع يمكن ان تسميدها اه مرة 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 في الخريف ومرة في الشتاء ومرة في الربيع. اه سماد عضوي محلل سماد حيواني تضعونه في في الاصيس ولا نكثر في اه منه في الاصيس. اه ان كنت تريد ان تستخدم السمادات الكيموية بامكانك استخدامها من اه بداية اه فصل الربيع حتى نهاية الصيف. ويكون على اه مراحل متباعدة كل ثلاثة اسابيع لانها لا تحب السماد الزائد. اذا زادت السماد سوف يقوم بحرق الاوراق. اه بالنسبة للبذرة للبذرة هذه لا نبعدها يدوين عندما تتحلل من نفسها او ابتعدت من نفسها يعني لا ندخل ونقوم بابعادها. نلاحظينها وما تكون ما زالت خضرة وهذه كذلك تمد اللبات بالغذاء. فعندما تكون خضرة يعني اه نقرل التسميد. التسميد الكيموية انا اقول لكن بالنسبة للسماد الطبيعي مافيش اي مشكلة اذا زاد يعني مافيش اي مشكلة. اه كذلك نسيت الري في فصل الشتاء يجب ان نقلل الري لان اكثر مشكلة قد يمكن اه يواقعها في فصل الشتاء. لذلك نقلل الري ماذا تسغيها كل اسبوع اسغيها كل اسبوعين بنصفة الكمية وعلى حسب الجو. ونضعها في مكان يسلوض ضوء حتى في فصل الشتاء. كذلك لا نتركها تعطش اذا شعرت بالعطس سنلاحظ ان اطراف الاوراق هنا يبدأ بالقفاف يتحول للون البني. كذلك الاعتدال لا نتركها تعطش ولا نغمرها بالماء. كذلك نضعها تتعرض للرياح ان كانت في مكان يصول هناك في رياح شديدة يجب دعمها. ونحاول ان نتجنبها او نضعها في مكان لا يكون فيه الرياح قوية. حتى تحصل على نبتة مثل هذه النبتات اه ليس فيها اي مشاكل هذه واحدة. اثنين. وهذه الثالثة. هذه كانت ستموت بسبب زيادة لكن تم انقاذها ونلاحظ انها نوع مختلف. ولاحظ انها نوع مختلف. من ناحية الاوراق لاحظة انها نوع مختلف وقد تكون يعني نوعا مختلف. هذه كلها اشتريتها من السوبر ماركت وقمت باكلها والبذور قمت بزراعتها. فاذا حافظت على هذه الاساسيات سوف تحصل على نباتات مثل هذه النباتة التي تراها. فقط انتبه للري وسأؤكد هنا على الري الري الري. لانه اكثر مشكلة يمكن يواجهها كهو الري وخاصة في في فصل الشتاء. وخاصة في الاصصيصات تصريف الماء حاول اسقيها بكمية قليلة. ما فيهش اي مشكلة. هنا مثلا هذه النبتة نلاحظ اذا شعرت بالعطش اوراقها تذبل. فاقوم بريها باسرع وقت وبعد ذلك يعني ترجع الى حالتها الطبيعية. ولكن شعرت بالعطش الشديد هنا تبدأ الحروقات على الاطراف. هذا واتمنى انا فاتكم بهذا الفيديو ان انت غير مشترك في القناة فاتتابع القناة صلاة كل جديد وشارك الفيديو لتعمل معرفة.